حضرتك عملت نقلة فنية كبيرة في صناعة السينما فيما يخص الصورة فقبل ما أبدأ مع حضرتك في الحدث الأخير اللي هو طريق الكباش الحدث الأكتر شهرة والحصد أكتر أصدقاء عالمية يعني عايزة برضو أبدأ من أعمالك الفنية الحالة أو الأسلوب اللي بتتعامل به مع أي مشروع يعني أنت بتشتغل على المشروع الفني اللي بتقوم به إزاي هو الحقيقة الموضوع بيبتدي معايا من أننا بحاول أجرد العمل اللي احنا بنشتغل عليه في جملة بسيطة جملة صغيرة اللي هو الهدف احنا بنحكي الحكاية دي لإيه الهدف وإيه الطاقة وإيه شو احنا اللي عايزين نوصلها من وراء العمل اللي بنعمله سواء بقايا كان نوع العمل فيلم مصرحية إعلان بقايا كبيرة زي الحاجات اللي بنشوفها فلما بنجرد الأمور وبنوصل للكور بتاع الموضوع ساعتها بعرف أمسك الموضوع أشوف حنحكيه إزاي هو ده المفتاح اللي ببتدي منه الحكاية هو الحقيقة أنا بسأل حضرتك لسبب أنه عادة المتفرج بيشوف العمل الفني بيتأثر بالصورة ممكن يا نباهر ممكن يحس أنه تي حاجة ضغطة على نفسيته ممكن يحس ضربات قلبه بتزيد مضطرب يعني أيا كان تأثير الصورة لكنه ما بيبقاش فاهم المجهود والخلق والابتكار اللي بيبقى وراء اللحظة اللي بيشوف فيها هذه الصورة عشان كده كان مهم أنه الناس تبقى عارفة زي مدير التصوير بيشتغل على العمل الفني اللي بيقوم به حضرتك عملت عمل كتيرة جدا سينمائية وتلفزيونية والحقيقة أنه سهل أنك تتعامل مع سيناريو مكتوب ومخرج بتتوافقه أو بتتفقه على وجهة نظر ما في العمل وبتقدم بتصور وبتشتغل ولما بيكون في شيء مش راضي عنه بتقدر تعيده وتغيره وهكذا لكن في عمل زي المميوات أو خلينا نركز أكتر على طريق الكباش حيث وكانت المسئولية كاملة يعني إحنا ما عندناش فرصة الإعادة وما عندناش مساحة للخطأ صعوبة التعامل من المنطق ده وحضرتك بتحضر خطة الإضاءة بتاعتك الحقيقة المسئولية في الحدث الأخير ده كانت كبيرة جدا 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 أولا الحدث دولة فأنا بتكلم باسم بلدي ووطني ومش مجرد نص أو حدوتة بنحكيها فدي كانت مسئولية كبيرة جدا بنتكلم على تاريخنا العريق ودي برضو مسئولية كبيرة وبنتكلم على حاضرنا احنا وصلنا فين وبعدين بعد كده بقى نيجي لأن احنا كان عندنا سابقة قبل كده اللي هو موكب النميات الملكية فالناس بقى عندها عالية جدا وعندهم توقعات كبيرة فدي برضو حاجة زودة المسئولية السكيل كبر أكتر بكتير يعني احنا كنا الحدث الأولاني كنا ما بين مدحفين وبعض الأماكن حواليهم ولكن بالنسبة للحدث طريق الكباش احنا الطريق بتقول لهو حوالي 3 كيلو وكمان ما اكتفناش بدأ احنا اشتغلنا على الأقصر كاملة يعني مع عبادها أماكنها السياحية فالسكيل كبر جدا جدا وفي وقت أقل كمان نضطرنا نشتغل فكانت مسئولية كبيرة جدا أعداد كبيرة جدا شاركت في الحدث وبالتاني مساحة الخطأ كبرت يعني لو فرصة ان الشخص الواحد يخطئ او يحصل منه حاجة غلطة او يكعمل او تبر ارجع ترجعوا لي انه دي مش اول مرة بقى هنعمل حاجة كده بس هو في نفس الوقت فعلا على السقف قوي يعني خلى المسألة تبقى أصعب انه لازم نعمل الأحسن تاني حاجة بقى وهو اللي حضرتك شرحته فانه بتشتغل على الأقصر كلها وهي مدينة فيها ما فيها يعني فيها معابد وفيها أماكن النيل بما فيه من جمال فيها أشياء أخرى للسائح بيمارسها في الأقصر فيها شعبها وناسها الصعيدة فيها حاجات كتيرة جدا مختلفة وكل منطقة لها خصوصيتها فبالتالي كل منطقة محتاجة ما يخصها من يعني تصميم الإضاءة الخاصة بيها الشكل اللي حضرتك قمت بيه علشان تجمع كل ده في بوطقة تكون متنغمة تطلع بالشكل اللي احنا شفناه بالحقيقة احنا الناس كتير كتير بتسأله يخص إنه الرسالة اللي من وراء الاحتفالية لإنه ما كانتش بس فرعونية فكده نقدر نقول إنه قدمنا لأسر الشابة لأسر المتجددة لأسر المستقبل ولأسر التاريخ والحضارة ولأسر الصعيد كمان في لأسر بلدنا